شهد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة قامت عروض جوية أبهرت الحضور ووفر المعرض الذي أقيم على مداري الثلاثة أيام فرصة لعقد شراكات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئة حكومية وخصة مشهد خطف الأنظار سرعة خيالية اخترقت صحب مطار العالمين وامتزجت بألوان الطائرات التي ملأت أرجاء المكان بعروض جوية أبهرت الحضور والتي جاءت على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي فتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لمدة ثلاثة أيام نحن أول حاجة من حب نتوجه بالشكر للكوات الجوية لسيادة الفريق محمود فقد على سكة الكبيرة بهايلايتس تنقدر ننفذ هذا المشروع اللي قدرنا ننفذه بفترة إياسية على المعايير العالمية بالجودة والكواليتي اللي مطلوبة بالنسبة لكل الدول اللي موجودة والمشاركة معنا اليوم بصرعة كان كويس يعني أول ما وصلت الأول كنت فالآن أنا أضيع العرض بس الحمد لله الحقيقة أنا أكتر من عرضه يعني شوية كده هنهضر عرضي كمان أول مرة أهضر حاجة هنا كده في العالمين واليوم كان لذيذ قوي أكتر حاجة عجبتني كان عرض مصر والسعودية كان حلو قوي المعرض احتوى في الأساس على تجمع لعدد كبير من الشركات المتخصصة في علوم الطيران والفضاء لأعداد تخطط المئتي شركة وأكثر من مئة متخصص في تكنولوجيا الطائرات والطائرات الآلية بدون طيار نحن نشرف أن نكون موجودين هنا خصوصا كشركة مصرية بنقدم منتجات محلية الصنع من أجل الطيران والملاحة الجوية وأنظمة التسليحة الخاصة بالطيرات بعد ما وافقت فينا الكوات الجوية المصرية وقدتنا الإمكانية أن نحن نشتغل معاهم ونطور طيرات موجودة في خلال الكوات الجوية المصرية وقد وفر معرض مصر الدولية للطيران والفضاء فرصة لعقد شركات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئات حكومية وخاصة حيث عقدت الهيئة العربية للتصنيع عدة اتفاقيات تدريبية وتعليمية ومنها مدرسة الهيئة العربية لتصنيع التكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات بخبرات مصرية فرنسية نحن نتعاون مع شركة دسو الفرنسية في مجال تصنيع بعض هياكل الطائرات من طراز فالكون ورفال الخاصة بشركة دسو العالمية ودي شركة كبيرة في صناعة الطائرات وده الحقيقة تعاون بين الهيئة العربية التصنيع وشركة دسو أفيشن متمثل في مصنعي الطائرات والمحركات وأسدل السطار أخيرا على معرض علمي دولي وقيم على أرض مصرية جذب الشركات ذات الصلاة بمختلف أنواعها طيران مدني وعسكري وتكنولوجيا فضاء وفتح آفاقا جديدة لنقل التكنولوجيا فضلا عن التركيز على توطين الصناعة المحلية لعلوم الطيران والفضاء معرض مصر الدولية للطيران والفضاء الذي يعد واحدا من الأهم في مجال علوم الطيران والفضاء في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والذي كان بمثابة فرصة مثلة لجميع الشركات المختلفة والمتنوعة لتوقيع التفاقيات وعقد الشراقات المتنوعة وفرصة أخرى لتوطين صناعة الضائرات وتكنولوجيا الفضاء في مصر ونقلها إلى أفريقيا كاريم بيبرس التلفزيون المصري